في خلال الفترة اللي فاتت بدأنا بموضوع تعليق الفعاليات ثم النهار عملنا تعليق للدراسة لمدة اسبوعين الحقيقة احنا هناك المجموعة الدائمة المسؤولة عن متابعة هذه الازمة العالمية وان احنا بنجتمع يوميا احنا في مجلس الوزراء فيه يوميا مساء بنجتمع ويتم تقدير الموقف والازمة وتدعياتها على مستوى العالم وعلى مستوى المحلي وطبعا يعني فيه طبعا يعني توجهات السيد الرئيس ان احنا ناخد كل الاجراءات الاحترازية اللي تضمن سلامة وحماية ارواح المواطنين المصريين وجدنا ان هو هذه المرحلة تتطلب اخذ عدد اخر من القرارات الاحترازية عشان يعني تقي هذه الاجراءات الاحترازية عملية انتشار الوباء في مصر لقدر الله بإذن الله في خلال الفترة القادمة ان شاء الله ويا رب يسلم مصر دائما يمكن مجموعة القرارات اللي انا هقولها هي قرارات احنا اخذناها بعد دراسة كبيرة جدا كمجموعة ومسؤولة عن ادارة هذه الازمة بنشوفها على مستوى الدولة وزي ما بأكد هي اجراءات مقصود بيها هي اجراءات احترازية ووقائية تضمن عدم انتشار المرض كما شفناه الحقيقة بيحصل في عدد اخر من الدول وبنانع هذا الكلام الحقيقة احنا تم اخذ القرارات الاتية اولا ان حيتم تعليق حرقة الطيران في كافة المطارات المصرية اعتبارا من ظهر يوم الخميس القادم الموافق 19-3 يعني اخر طيارة سيسمح بيها هتكون في ظهر يوم الخميس القادم والموضوع ده حيبقى يستمر لغاية يوم 31 مارس سيتم تعليق حركة الطيران اعتبارا من يوم الخميس القادم 19 حتى يوم 31 مارس وهدف هذا الموضوع طبعا بالتأكيد هو ان احنا نقلل من عملية الاختلاط المباشر اللي ممكن سواء من حركة السياحة او القادمين او حتى الخارجين من مصر في خلال هذه المرحلة بالتأكيد الضيوف اللي موجودين النهاردة على ارض مصر حنسمح لهم باستكمال البرامج السياحية بتاعتهم ويغادروا تبقى للتوقيتات بتاعتهم ولكن انا بأكد مرة اخرى اعتبارا من يوم الخميس ظهرا حيتم تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية القرار الاخر هو ان احنا حيصدر في خلال ساعات قليلة قرار من مجلس الوزراء بتخفيض العاملين عدد العاملين في اجهزة الدولة والمصالح الحكومية باسلوب يضمن ان احنا مرة اخرى نقلل من الاختلاط ونحد من الاختلاط والاحتكاك بين المواطنين طبعا هذا القرار سيكون بيستسنى منه المصالح الحكومية اللي هي خاصة بالخدمات الاستراتيجية والتقديم الخدمات الاساسية للدولة القرار دا احنا ان شاء الله حيتم صدوره في خلال ساعات هدفه زي ما بقول لحضراتكم ان احنا نخفض من عدد العاملين في الاجهزة والمصالح الحكومية اللي هي بتبقى في الاساس انشطة ادارية او يعني لا تمس حياة المواطنين بصورة استراتيجية او بصورة حقيقية وحيصدر هذا القرار في خلال ساعات ان شاء الله الحقيقة اللي انا عايز هنا اتكلم وخاطب المواطنين ان احنا كل هذه القرارات احنا بناخدها كاجراءات استباقية واجراءات احترازية هدفنا كله من اللي احنا شايفينه وبنتبع على مستوى العالم ودول العالم اللي حصل فيها انتشار للمرض ان احنا بناخد كل هذه الاجراءات النهاردة عشان ان شاء الله ربنا يسلم مصر ويعني وما يحصل لناش الحالات او يعني المشاكل الكبيرة اللي اكيد حضركم بتابعوها في دول اخرى في المنطقة حتى حوالينا النهاردة وهذه القرارات لازم نبغدين بنا كمصريين ان هذه القرارات ليها تبعات اقتصادية وليها خسائر الدولة بتتحملها عن نفس راضية والحكومة بتتحملها في سبيل الحفاظ على ارواح المواطنين وبالتالي الدولة بتحاول بكل امكانيتها انها تكون على قدر المسئولية وبتاخد هذه القرارات علشان تحمي ارواح المواطن المصري ارواح المواطنين المصريين كلهم وفي الحالة دي يمكن انا حابب ان انا اوجه السادة المواطنين انه ايضا كما ان الحكومة لها دور ومسئولية المواطن ايضا عليه دور ومسئولية في هذه الازمة ايه هو دور ومسئوليته انه ايضا يعني ما يكونش هناك اي نوع من الاستهطار والاستخفاف بهذا الموضوع وان نكون ايضا على قدر المسئولية وان يكون كل مواطن ورب اسرة مسئول عن اسرته بانه ياخد كل الاجراءات الوقائية التي مرة اخرى تقلل وتحد من الاختلاط احنا يمكن لما خدنا قرار اغلاق المدارس والجامعات وانا اكدت في الكلمة بتاعتي ان احنا مش عايزين نشوف ان نلاقي ان الاولادنا بقوا موجودين في الشوارع وفي الاماكن العامة وللأسف ده حصل فانا مرة اخرى بناشد كل جموع الشعب المصري ان احنا بقدر الامكان نحد من يعني الاماكن واختلاطنا بصورة كبيرة وفي التجمعات الكبيرة ومن ممارستنا وسلوكياتنا اللي ممكن ان هو ينتج عنها مرة اخرى يعني يكون هناك فرصة الانتشار وانتقال العدوى ما بين المواطنين ولا نأخذ هذا الموضوع باي قدر من الاستهانة فدي انا يعني مرة اولة وتانية وعشرة بأكد على كل المواطنين المصريين وعلى كل رب اسرة ان يأخذ الموضوع بجدية احنا قدامنا اسبوعين مهم جدا ان احنا كلنا نكون على قدر الالتزام والمسئولية فيهم عشان ان شاء الله ان شاء الله ربنا يسلم مصر فيهم ونقدر ان احنا يعني يبقى الموضوع على قدر محدود من الانتشار احنا شايفين ان الاعداد يعني الفترة التاني مرة اخرى الفترة في الايام الاخيرة بدأت الاعداد بتزداد طبعا مش بتزداد بالصورة اللي احنا بشايفينها في دول اخرى ولكن ده برضو بيدينا احنا مؤشر من النهاردة ان احنا عايزين بقدر الامكان نحد من الاعداد اللي هي ممكن انها تصاب او ينقل اليها العدوى في خلال المرحلة القادمة فمرة اخرى انا بقى اناشد وبهيب بكل المواطنين المصريين ان هم يكونوا على قدر المسئولية وان يكونوا يعني يعني مدركين تماما ان هذا الموضوع اذا ما كناش هناخده بقدر كبير من الالتزام وان احنا يعني ما نستخفش به ولا نستقل به الموضوع ممكن ياخدنا الى مناحي سيئة نأمل ان شاء الله من ربنا ان مصر ما تواجهش هذه الازمة بالصورة اللي انتو شايفينها كلكم في عدد كبير من الدول الجانب الاخر اللي انا برضو بناشد فيه المواطنين بعض السلوكيات اللي برضو يعني يمكن الواحد شافها في خلال اليومين اللي فاتوا التكالب الكبير جدا على السلع انا عايز اأكد لحضراتكم احنا عقدين كان مجموعة كبيرة من الاجتماعات مبارح انا كنت قاعد مع السيد وزير التموين مع كل اجهزة الدولة على تواصل معاها سواء الاجهزة زي يعني اجهزة لتبع لقات المسلحة للدخلية لكل الاجهزة اللي موجودة احنا الحمد لله عندنا رصيد كبير جدا من السلع النهاردة يكفينا لشهور طويلة فما فيش اي داعي ابدا لتكالب على اي سلع خالص السلع كلها متاحة ويمكن كان مبارح الحقيقة بالتنسيق مع السيد وزير التموين وايضا السيد وزير الدخلية ان احنا هناخد بمنتهى الشدة ومنتهى الحزم اي نوع من الممارسات اللي ممكن اي حد يعملها بهدف اخفاء اي سلع او زيادة اسعار سلع بدون اي مبرر لان عندنا كل الحمد لله ولله الحمد السلع كلها متوفرة في مصر ما عندناش اي شيء يدعو لهذا الموضوع فالنا كنت بأكد عليه وبأكد على السادة المواطنين ما فيش اي داعي ان احنا نتكالب على السلع بتاعتنا ونروح نشتري لان السلع متاحة وموجودة في كل المنافذ وفيه تنصيق كامل مع كل اجهزة الدولة ومع اتحاد الغرف التجارية ومع كل المصانع احنا الحمد لله عندنا كل السلع موجودة ومتاحة لشهور قادمة ان شاء الله فما بتالي ما فيش اي داعي للقلق في هذا الموضوع دي نقاط مهمة جدا انا يمكن انا وجهت ايضا السيد وزير السياحة ان ننتهز الفرصة اللي حيتم فيها تعليق الطيران بان كل الفنادق والمنشئات السياحية تقوم بحملة للتطهير والتعقيم عشان نبقى جاهزين ان شاء الله بمجرد انهاء تعليق الحركة الطيران لاستقبال ديوفنا السياح باذن الله وتكون باذن الله ان شاء الله تكون الازمة يعني باذن الله تكون خفت حدتها في خلال المرحلة القادمة احنا التاني انا بأكد للسادة المواطنين احنا كدولة وكحكومة كل بنعمل لشيء واحد فقط هو حرصنا على صحة وسلامة المواطن المصري بناخد هذه القرارات قرارات بتبقى مش سهلة قرارات صعبة عارفين كويس قوي ان احنا في قطاعات حتتحمل خسائر كبيرة انا عايز بس اقول لحضراتكم قطاع الطيران بموجب هذه القرارات حيبقى فيه خسائر للشركة الوطنية او الشركات الوطنية بتتجاوز الاتنين وربع مليار جنيه ولكن احنا كدولة بنقول لا احنا نتحمل هذه القرارات في سبيل ان احنا نقي مواطنين المصريين اي مخاطر محتملة من انتشار هذا الوباء قطاع السياحة طبعا بالتأكيد هيبقى فيه هناك خسائر ليهم ولكن في جميع الاحوال احنا الفترة الزمنية اللي احنا حطينها حتى نهاية شهر مارس اعتقد انها فرصة جيدة جدا في ضوء ان كان بالفعل ابتدى يحصل يعني نوع من التراجع اصلا من كل الدول بتاخد اجراءات احترازية لكن احنا وجدناها انها لازم احنا ناخد قراراتنا عشان المواطن المصري ونحافظ على حياة وارواح اهلنا في مصر وايضا ان احنا نعطي الفرصة للمنشآت السياحية كلها والفنادق انها تأخذ كل الاجراءات الخاصة بالتعقيم والتطهير والتنظيف عشان نبقى فعلا جاهزين بإذن الله بمجرد عودة الحركة والسمح بعودة الحركة بإذن الله ان احنا نكون جاهزين لاستقبال ديوفنا في اي مكان في مصر مرة اخرى يعني انا بوجه رسالة اخيرة للمواطن المصري ارجو ان احنا كلنا نكون على قدر المسئولية والاحساس بان هناك ازمة على مستوى العالم كله لازم نتابع هذه الازمة ولا نستخف ولا نستهين بهذه الازمة ونتصور انها بعيدة عننا وان اللي حصل في دول اخرى مش هيحصل عندنا لا لو هيبقى فيه هناك استهتار واستخفاف وان احنا ما ناخدش بنا من هذه الموضوعات ممكن ان احنا يعني لقدر الله يبقى فيه مشكلة لمصر فاحنا عشان كده مرة اخرى انا بأكد كل هذه القرارات احنا كدولة بناخدها هدفنا وهمنا الاوحد وده توجيه سيادة الرئيس ما فيش حاجة اسمها يعني اي خسائر مالية اهم شيء بالنسبة لنا هو ارواح وصحة المصريين ربنا يسلم مصر يا رب ويحفظها ان شاء الله من كل سوق ويمكن ده كلها كانت مجموعة قرارات احنا بنجتمع يوميا يعني لساعات طويلة في اخر كل يوم علشان نراجع ونقيم الوضع على الارض ونشوف ايه هي القرارات الاحترازية والاستباقية اللي احنا ممكن ناخدها كدولة وانا يعني بأكد لاستاذ المواطنين الحكومة كلها بتشتغل النهاردة على قلب رجل واحد علشان ان شاء الله ربنا يسلم مصر ويحفظها ويقينا يعني شر انتشار هذا الوباء وشكرا لحضرات اشتركوا في القناة لحضرات شكرا